اشتركوا في القناة ذكرى ميثاق العمل الوطني ذاك العقد الاجتماعي الشامل بات ذكرى وطنية خالدة وفرصة هامة لاستحضار أبرز المرتكزات الرصينة التي بنيت عليها جملة الإنجازات البحرينية الفريدة خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى أيده الله فقد اتسم ميثاق العمل الوطني في وضع مبادئ ثابتة وضعت البحرين على سكة النماء والازدهار المستمر وفق مشروع شامل ومتكامل نظم حياة المواطن والمقيم على أرض المملكة في مختلف جوانبها وذلك استنادا على روح ميثاق العمل الوطني في المساواة الشاملة والعدالة الاجتماعية لكافة مكونات المجتمع فقد بات ميثاق العمل الوطني وبما اجتمل عليه من خطوط عريضة منهاجا واسعا قاد مملكة البحرين بخطا ثابتا إلى نجاحات متلاحقة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي فهو الذي وضع اللبنات الأساسية التي بلورت المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدى أيده الله فبميثاق العمل الوطني فتحت المشاركة السياسية كحق أساسي من حقوق المواطنين وانطلقت أول انتخابات بلدية ونيابية واستمرت بثبات وبمشاركة شعبية واسعة إلى يومنا هذا علاوة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي ضمنها الميثاق بكل شفافية ووضوح ليكون الميثاق بشموليته لكافة نواحي الحياة حجر زاوية لنجاحات مبهرة على الصعيد الاقتصادي ومن أبرزها فتح الأسواق وتكريس مبدأ العدالة والمنافسة الشريفة التي دفعت بعجلة النمو الاقتصادي للمملكة إلى مستويات رحبة جدا انعكست إجابا على حياة المواطن الكريم وجعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مجال حفظ الحقوق الاقتصادية والبنية التشريعية الاقتصادية الرصينة والتي بدورها خلقت بيئة استثمارية جاذبة للعديد من الشركات الكبرى كما اجتمل الميثاق في فصوله السبعة على ضمان كافة حقوق المواطنين وحفظها بين ثناياه واضحة وجلية ورصينة وهذا ما برهنت عليه التعديلات الدستورية عام 2002 والتي ترجمتها القرارات الحكيمة للقيادة الرشيدة في تأسيس عدد من المؤسسات الوطنية لتعنى بتطبيق ما جاء في الميثاق والتعديلات الدستورية من توجيهات وتطورات واسعة ومتسارعة كانت بحاجة لأجهزة تنفيذية ذات قدرة وكفاءة لتطبيق ما جاء به الميثاق المستقبل القريب والبعيد لمملكة البحرين كان دائما حاضرا لدى فكر وأذهان رجالات الوطن الذين ساهموا بكل إخلاص في صياغة هذه الوثيقة الجامعة فقد كانت رؤيتهم الثاقبة محل فخر واعتزاز وذلك لما لهذا الميثاق من سلاسة في التعامل مع التحديات وشمولية جامعة تضمن استمرار الحياة المجتمعية للبحرين على سكة التطور والازدهار كما أراد لها باني نهضتها وقائدها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه